اشتركوا في القناة هي قدرت تطلع من الوقت ده براند محترم معايا النهاردة باش مهندسة ميرام أديب ديزاينر وصاحبة أول براند متخصص في تصميمات الكريسمس عاملة إيه؟ الحمد لله كمام طيب إحنا اتفقنا لناخد ليه والولادي الحاجة حلوة قوي يا ميرام رائعة إشمعنا الكريسمس يعني الناس كلها بتفكر في البزنس المستمر إنتي عملتي حاجة مختلفة إحنا كنا بدين الموضوع أن إحنا كنا بندور للبس لولادنا أنا وأختي أنا ديزاينر مهندسة تصميم وهي مهندسة نسيك ولي لي عشان كبير فبدأنا أن إحنا ندور على حاجة يلبسوها وكواليتي حلوة وفي نفس الوقت يعني تبقى شيك يعني ما لقيناش حاجة خاصة في السوق إحنا بدأنا من 9 سنين وكان ما فيش أي حاجة للكريسمس موجودة موجود حاجات خنات مستوردة ضعيفة جدا طبعا بدأنا بقى أن إحنا نعمل لبس سانتا البناتي والأولادي الحاجة البدائية هي عندها بنتين وأنا عندي ولدين فحبينا نعمل بقى فستان سانتا وبادلت سانتا بس الخامات جميلة وفي نفس الوقت بسعر كويس فبدأت الناس بقى تشجعنا وكل سنة بتدور على الجديد اللي إحنا بننزله فبدأت الفكرة تطور في الأول بدأت بدلت وفستان سانتا حتى بسيط خالص دخلنا في سويت شيرت كريسمس عشان المدرسة المدارس كلها بتحتفل وفي نفس الوقت دلوقتي احنا بقى نحارب المنتج المستورد احنا المنتج المصري فعلا بقى خامة أحسن وسعره أفضل وفي نفس الوقت جينا زي السنة دي مثلا عشان كورونا المستورد المنتج المستورد مش موجود أصلا مش موجود يعني أغلب المستوردين اللي بتعاملوا معنا مش لقين منتج المستورد وفي نفس الوقت اللي كانوا جايبينهم السنين اللي فاتت كانوا بيقولوا لي فعلا المنتج بتاعك المصري أفضل كتير كخامة وكسعر عن المنتج المستورة هيفهموا دلوقتي ليه أفضل فقدرنا نوصل العمالة من العمالة المصرية فعلا بتطلع حاجة فعلا رقيع عين محترم جدا طيب مادئيا ده تشرت عادي خالص ما فيهوش حاجة أقول لكم بقى هو رائع ازاي أولا ده بارز يعني ده مش مطبوع مش ورقة محتوطة ده بارز بصوا عامل ازاي حتى النجمة بارزة مستنوا أهو من جوة إيه اللي انتي عاملاتها هو كله تطريز يعني التطريز لكل الكاريكتر البابا نويل والسنومان والغزالة والنجوم كلها بخيط السرمة والشجرة وطباعة فاحنا عملنا ميكس بين الطباعة والتطريز عشان يدي حياة لتشرت وفي نفس الوقت الخامة بتاعة التشرت نفسه تقيلة جدا اللي هي تستحمل الشتة الكارز متبطنة متبطنة يعني قوسي برضو أصرحك أنا عندي أزمة أنا أشتري لإبني الحاجة خاصة بالكريسمس لأن هي مش متبطنة وخفيفة وجوخ أصلا يعني الورق اللي إحنا بنشتغل به في الكلية ده اللي بنعمل منه الحاجة فده متبطن ده أنا ممكن ألبسهوله حتى لو مش في الكريسمس عادي جدا ده حقيقة فعلا يعني إحنا سويت شرت الناس معنا بيستخدموش شتة كلها مش على وقت الكريسمس بس أنا بجد منباهرة بأنه هو بارز بأمانة بجدده عجباني جدا بالحاجات المجسمة يعني أن بابا نويلي يبقى مجسم والسنومان والغزيلة دي عجبتهم قوي أيها طبعا وبدأنا كل سنة بقى نعمل تغيير في الستايل والديزاين وطبعا الخامة كل مدى بتبقى أفضل وفي نفس الوقت السعر ما بيتحركش يعني إحنا السعر بنحتفظ به وتلاقي نفسي أقول بكيب بيبقى السعر من سنة لسنة بيزيد ممكن خمسة جنيه عشرة جنيه وفي نفس الوقت السعر بالنسبة للأسرة اللي هتحتفظ بولادها السعر مميز جدا لسه حسبنا بره حسبنا بره قلت لها يعني لو أنا وخدت وليه والجوزي إيه ده بس يعني أنا بالمبلغ ده هعرف أجيب لنا كلنا ده بنشتري بيتشرته واحد للولاد ده حقيقة ده حلو جدا عجبني إيه الألوان أنت مش موضوع أنه أحمر لأ أنت معروف أن الكريسمس أحمر عملة أحمر عملة أغدر عملة كحني عملة أصفر طبعا الجري ده عجبني جدا لأنه لون مختلف وفكرة الكابلز بقى بابا وماما والأطفال يلبسوا زي بعض دي فكرة عملنا لها يعني أنتوا صحابها شجعناها أصلا إحنا اللي ابتكرناها وشجعنا بقى عجبت الناس جدا فبتلينا نشجع بقى أن بابا وماما والأطفال يلبسوا زي بعض الفاميلي ترينج وسويت شيرت وشربات الكريسمس وبادلة سانتا للأطفال والكبار حلو قوي استنوا بقى أول ما أوريكم بقى معاش ممكن الكاميرا بعد إذنكم تيجي هنا ده اللاب صح؟ آه شيرت الترتر القلاب ده برضو متصنع كل مكان ومتديله حياة مش بيقع متديله حياة غير أن يكون حاجة مطبوعة كده وخلاص لا حياة مصيب رائع رائع برضو من الأزمات أنه بيقع لا الترتر ثابت تطريز على مكان الترتر كله ثابت يعني بيتحرك وثابت ما فيش وحدة أية بتقع منه حلو قوي ده أخسله إزاي بعليش بعد إذنك عشان أنا بكره يتقلب على الظهر ويتغسل في الغسالة أو بيتغسل في مية وصابون عادي خالص يعني ما فيش أي حاجة بتضر المنتج طب حلو قوي طب ممكن تجيبوا كاميرا تاني هقول لكم بعد إذنكم بصوا ده لعبيتوا للحلو هي فعلا لعبة بالنسبة للأطول حلو قوي سويتشرته ولعبة أو طبعا أولونين كأنه ده ديزاين وده ديزاين تاني خالص بحقي كاميرا بنتي عامل حاجات مختلفة وطبعا الطباعة محترمة محترمة مش اللي بتطلع لا لا طباعة شابلونات اللي هي السبتة يعني إحنا بنشرف على القطعة من أول الخامة والقص والتطريز وكل حاجة ده السلو بيتة البيبي المبطة ده السلو بيتة وده ينفع بره الكريسماس آه ومعال طقية بتاعته اللي كلو ده طبعا تقيل جدا خامات مستوردة وتصنيع مصري هلو قوي طيب خدمة مبعد البيع اشتريت منكم ومعلش يعني الحاجة ما عجبتنيش أو المقاس طلع مش مصبوط بنهتم بيها جدا لأن احنا العميل اللي بتجينا ده عميل احتفال يعني بيلبس الحاجة يحتفل بيها يتبس يفرح بيها فما ينفعش ان احنا نيجي يعني ندايقه في مقاس أو في حاجة ننكد عليه لا احنا بنهتم قوي ان الحاجة توصل للعميل مظبوطة عندنا جدول مقاسات وجدول أوزان ايه ده استاني احنا بقنا زي البرندات يعني يعني الجدول بالمقاس بالسامتي بيختار وهو في بيته بيختار الصيز بتاعه وبيجي موظبوط وبنقول له الخامة ايه فيها لكرة ولا قطن مفاش اي نسبة لكرة عشان اوه ما يبقاش في نسبة خطأ ان هو حاجة ما مش موظبطة فالحاجة بتجيله زي اللي هو مختارها بالزبط ودايما يقولوننا ان هي احسن كتير من الصور طبعا البنطلون يعني ده يتخرج به لوحده ده ما بدقي انا بجد يعني الاسعار انا مش قادرة وصف لكو بس الاسعار اغلب كتير مش عايزة اقول بك ده قطن مبطن وتقيل جدا وفي نفس الوقت سعره يعني يساوي يعني سعره بسيط جدا يعني انا بشتري نفس البنطلون ده لابني اه اوكي وبشتريه بمتنات لا اوه ترنج ده كله 150 ده قطن مبطن يعني ترنج كامل يعني بصي الحاجة حلوة جدا انا عايزة اطلع الحاجة بسرعة على قد ما نقدر عشان نبقى معينا دي بدلة سنتا دي قطيفة مستوردة وتصنيع مصري وفروة ابيض بالبنطلون والحزان حلوة قوي والترطور ده بقى يلبسها ابني وهو رايح يحتفل لا يحتاج تحتيه حاجة ولا بتاع لان بصه هي تقيلة مش محتاج تحتيه اي حاجة خالص هيلبسها كده وينزل حلوة جدا ومحلو ده كمان على الصور الصور دي صور من نت دي صور اه ناس استلمت مننا يعني دي بنوتة ميسكندرية استلمت اول سنة بدأنا فيها شغل ودي حفلات كلها حفلات مدارس وفي السويت شيرت دي صور بتاعت حاجتكم بجد يا ميرو اه دي صور الحقيقية بتاعتنا دي حفلات مدارس كلها وناس استلمت مننا يعني دي صور على الواقع يعني دي انا لو عايز اشوف صورك ده الحقيقي احنا مش بنقول اي كلام ودي المنتج بتاعنا نزل على جوميا بينزل طبعا باسعار مبالغ فيها طبعا فاحنا يعني المنتج الكواليتي بتاعته عالية جدا وده كوفر الكورسي الترتور قطيفة مستوردة كوفر الكورسي الترتور اه انت عاملة كل حاجة مش لبسي بس اه لا لا برضو عاملين شراب الكريسماس والكوفر الكورسي الترتور وستير الكريسماس يعني انا لو عندي محل وعايزة ازينه مش شرط هدوم بس انا برضو انتو عندوكو كل حاجة اه كل حاجة كله قوي طيب ده طقم بابا وانويل ده فستان سانتا فستان سانتا بتاع مامي ده مع الحزان بتاعه والشراب ده الفستان اه والشراب والترتور تمام وده بذلت سانتا كبيرة تمام طيب قوليلي يا ميران الوردر بيوصلي في خلال قدية يعني في نفس اليوم او تاني يوم يعني لو شحن محافظات بيوصل ماكسيمم خلال يومين لو جوة كاهرة هنا بيبقى في نفس اليوم او تاني يوم بالكتير لو الوردر الطلب بيبقى متأخر ده ده كده احنا يعني اه الشغل فوري يعني يعني العملوقة بيطلب بيستلم على طول تمام طيب احنا قلنا طبعا مافيش اي احتمالية خطأ بس اكيد اكيد ممكن يحصل غلطة ايه بقى اللي هيحصل هوصلي كزي ما انا عايز اوصلي صاحبة البراند دي اقول لا لو سمحتي حصلي مشكلة في موزعين في كل محافظات لو الحاجة قريدي خرجت من يعني من عندنا من الكاهرة بنحلها على طول مع العميل يعني بنبعت له على طول الصيز المختلف او الحاجة اللي هي جات له غلط وطبعا احنا اللي بنتحمل شحنها لان دي بتبقى الخطأ من عندنا ده لو حصل يعني ولو حاجة في المحافظات بيرجع طبعا اي موزع وبيستلم الحاجة اللي هو محتاجها يعني سواء حتى لو هو اختار مقاس وطلع مقاس اكبر او اديق او كده بيغيرها عادي خالص مفيش اي مشكلة ده بتاع البنوتة ده الفستان سانتا كلهم ليهم حزامتهم والحزام الجلد والحزامة برضو ماتيريا المحترمة جدا يعني مش بتقشر ولا اي حاجة خالص ولا بتتقفع بسرعة احنا فيه ثور عرضينها مع الفستان سانتا الناس يعني قادلها اربع سنين بيلبسوه كأنه لسه جديد اول مرة يلبسوه ما هي الماتيريا المحترمة قوي ماتيريا المحترمة بصراحة طيب انا بحب بستغل الديوف ولو انا عايزة اخد من الجملة لازم اخد كمية كبيرة ولا الدنيا ممكن حاجة ليلا لا احنا ما يعني اي موزع او محل او مكتب بيتعامل بس يا دوبك من اول اتنشر قطعة لكل المنتجات يعني احنا عمدنا حوالي ممكن يوصل اكتر من اتنشر منتج لو خد قطعة من كل منتج كمل اتنشر قطعة كده يبقى هو بياخد بسعر الجملة وفي نفس الوقت بيستفيد مشكل مشكل اه مشكل السيز اللي هو بيحتاجه يعني فيه اردارات بتبقى طالعة كلها سيز واحد خمسين قطعة مقاس 6 مش بفترض عليه ان هو ياخد خمسين دستة عشان يقدر يطلع مقاس 6 حلوة طيب احنا معينا دلوقتي بس مدخلة معينا بش مهندسة برضو ميرا قديب عاملة ايه كل سنة وانت طيبة اوه حدريك طيبة ايه الحاجات الحلوة اللي انتو عاملينها دي هتخلونا نعيد بادري كده مرسي ليك من زوك تسلم ايدك انت شريكة البش مهندسة في الشغل ده من الاول يعني انتو اللي اتنين حبطيتو كده اديكوا في ايد بعض وقلتوا يلا بينا هننزل ونعمل البراند واللي يحصل يحصل اه فعلا يعني نشكر ربنا وربنا وفقنا في الفكرة دي يعني وكانت فكرة جديدة ويعني بقيت سوق عمل فتح يعني مجالات عمل كتير للناس كتير ونشكر ربنا الحمد لله مغششاني ان انت صاحبة الماتيريالز انت بقى اللي بتفهمي في الحتة بتاعت الماتيريالز وهي في الديزاينز واحنا بنكمل بعض فعلا انا عشان قسم نسيج فدي كانت الدراسة بتاعتي فيعني بدأ الموضوع كده فاحنا كنا بنكمل بعض ويعني الدنيا مشت يعني بس بجد انتو الشغل بتاعكو حلو قوي 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 ويرب دايما مع بعض ويرب دايما سند لبعض وتوعديني ان السنة الجاية لو ما كنتوش ان شاء الله هتكملوا في شغلكم ده حتى برا الكريسمس تكوني معانا في اللستوديو بقى عشان نتعرف عليكي ان شاء الله ان شاء الله وبقول باش مهندسة ميرام الف مبروك ومن نجاح لنجاح وان شاء الله يبقى البرندة اكبر وقب ربنا يخليكو البعض يا رب كل سنة وانت طيبة وانت طيبة شكرا لكي الموضة بقى السنة دي اكيد في حاجة موضة مختلفة عن كل السنين اللي فاتت بدأنا نطور فكرة الشراب ان احنا ندخل فيه الرسومات الكريسمس وكل سنة الحاجة اللي بتعجب العميل دايما بنتطورها يعني السنة اللي فاتت دايما كان افوكس قوي على اللي هو شراب الغزيلة بدأنا نطور في الشكل وفي الستايل برضو في نفس الوقت بدأنا ندخل ميكس التباعة مع التطريز فبالتالي اطلع منتج حياة اكتر يعني التباعة بتدي حياة للموديل والتطريز بتدي ايمة فطبعا الاتنين مع بعض يعني حتى شكل احلى طبعا قبل ما اختم اواريكو بس اخر قطعة ده طبابا نويل بكل حاجته يعني انا مش محتاجة انزل اشتري له زعبوت ولا اشتري له شراب ولا الهواء كل حاجة حتى بتعماما نويل برضو اللي الشراب بتاعه تشكريني ليري طبعا طبعا فعلا الموزعين بتوعي والوكلة هم سبب النجاح ده ان انا القطعة بتاعتي وصلت في كل محافظات الجمهورية وصلت لبرة مصر يعني هم اللي بيوصلوها يعني عن طريق كل الموزعين وطبعا بابا وماما وجوزي واخواتي هم اكتر ناس كانوا بيشجعوني بقى ان هم يعني لأ الحاجة جميلة وكل ما حد بيجرب حاجة بيدينا فيدباك احلى واحلى فهو ده اللي خلانا ان احنا نكمل دايما واشكر ولادك اللي بدوكي الفكرة طبعا هم بيعملوا باليرمى يحسوا هو اللي بيعمل لي دايما الفيديوهات والثور مع بعض مع اغنية لكريسموس فهو احنا العيلة كلها ربنا يخلهم لك وتوعديني ان المرة الجاية هتكوني معنا وانتي معاكي ديزاينس وبراند تاني خالص غير الكريسموس لان الشغل ده حرام يكون في الكريسموس بس اكيد اكيد وانا بنصحكم ان انتو بس اتسلوا اسألوا على الاسعار ما تشتروش ما تشتروش انا لو ينفعه للاسعار والله كنت عملت كده احنا بنتكلم في 100 جنيه و120 وحاجات كده اتسلوا اسألوا على الاسعار بمبلغ صغير هتفرح ابنك وهجيب له طقمة حلو وهينفعه طول السنة وحاجة تقيلة ومش محتاجة جاكت بجد البراند حلو قوي 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 وانا ياخد الحاجة وانا مروحة طبعا دلوقتي وكل سنة وانتو طيبين من بدري اهو وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم الحلقة الجاية وتكون مختلفة كالعادة مع كريستينا جمال في حكاية نجاح